نسمع الآية قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة بالمتقين نعم إذن هذه الدار الآخرة نصيب من واحد نصيب واحد لا يريدون علوا في الأرض اثنين ولا فسادا نعم لا يريدون فسادا فلا تفكر في التعالي على الناس والتعالي على الناس افتلاء وفتنة يخشى ان يفتع عليك باب ظلم وجبروت وتجبر ويخشى ان يفتع عليك باب افساد وبالتالي في صور ضيقة كان الصحابة لا يطلبون الولاية ولكن يقبلونها مع طلب الاعانة من اخوانهم ويكونوا معهم